اعتداءات وسرقات هنا وهناك والنتيجة واحدة تذبذب في توزيع الطاقة وخسائر مالية كبيرة لمؤسسة سونالغاز بالطرف وغالبا ما تكون هذه التدخلات العشوائية سببا في انقطاعات متكررة للكهرباء نعني بزاف ما الانقطاعات المتكررة للكهرباء ممكن الاسباب تكون الاعتداءات على المحولات الكهرباء نتمنى يعني نحيوها الحاجة دي الصريقة لكابل انها خطر على المواطن هذه حاجة عمومية الناس كل هذه الناس كل تسفيد منها اعتداءات المتكررة للعصابات التي تسرق في الكابل الكتن سيتي وهي التي تأثر على المرضوات الكهرباء 121 حالة اعتداء على شبكتي الغاز والكهرباء و24 حالة غيش واستغلال للطاقة الكهربائية بطريقة غير شرعية سجلتها مدرية توزيع سونالغاز وضع جعل المصالح الامنية تعمل على التصدي لمختلف الجرائم عبر اقليم الاختصاص ظاهرة التعدي احد الاولويات التي تعمل المصالح المديرية على محاربتها والعمل على التقليل منها قدر المستطاع خاصة حينما يتعلق الامر بحياة المواطن في المرتبة الاولى وكذا الاضرار الجسيمة التي تتكبدها الشركة في المرتبة الثانية تمكنت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني ببرحان بعد ورود معلومات تفيد وجود شخصين يقومان بشرقة العوازل الجزاجية الخاصة بالامد الكهربائية وكوابل الكهربائية بقرية السبعة بلدية ببرحان ليتم توقيف شاحنة تم العثور على 140 عازل زجاجي للكهرباء كبير الحجم ذو قطر 25 سنتيمتر 45 عازل زجاجي للكهرباء قطر 17 سنتيمتر تزود بالكهرباء ودون تسجيل انقطاعات هو ما تعمل على توفيره مؤسسة سون الغاز لضمان راحة المواطنين اشتركوا في القناة